نعم، 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 ن البطولة العربية تيكونجيزو وبطولة كأس العالم والعالم للشهود بوكسنج ده في شهر اثنين. في شهر اربعة عندنا البطولة العربية الانديت الكيك بوكسنج. في شهر ستة عندنا البطولة الافريقية الانديت الكيك بوكسنج. في شهر احداشر احنا نقديم الملف إن شاء الله ندير بطولة افريقيا للمنتخبات. ده الجدول اللي تم تأكيده الحمد لله لحد دلوقتي. أما على مستوى الاحتراف فده موضوع كبير الكيك بوكسنج في العالم مجال الاحتراف فيه مفتوح و واسع احنا عملنا خطة متكاملة وعرضناها دكتور أشرف معي وزير الشباب الرياضة وهو بصراحة يعني قال هو معنا في كل حاجة وقال هنساعدكو بس هنساعدكو معنويا ولا هنساعدكو ماديا كمان يعني انا بحب المعنوي جدا بيسعدني بس المادي بيسعدنا اكتر عايز اقول حياتك ان احنا من سين قريبة منتعادة 14 ونجي عندوكو هنا ونحن بالأس الاتحاد ما كانش عندها كيام ما كانش فيه كيام كانش فيه دعم وقتها اصلا يعني كل الاشكام فاصنعت الكيام بالنسبة لنا دي البداية بس اللي انا بطمن به كل ولادي الكيك بوكسنج معي وزير الشباب الرياضة يعني قال دعم الكامل لاتحاد الكيك بوكسنج باعتباره من التحيات اللي نشأت وخيت مساحتها في الساحة وبقت نكحة بشكل جديد احنا بنختار من مصر في عشر موازين كل مزان 16 لاعب يعني 160 لاعب على المستوى المحلي المية وستين لاعب على المستوى المحلي دول هنعمل خطة احداثة على 12 حدث كل شهر حدث واحد في كل شهر حدث واحد فيه 30 مباراة فيهم 40 لاعب اللعيبة دول هتطلع عشر ابطال هم دول ابطال مصر المحترفين اللعيبة دي اللي هنعمل بيوم في السنة التالية خطة نشاط دولية فيها 16 لاعب من العالم في كل وزن في مكافئات مالية فيها لللاعبين الفيزين على مستوى المحلي واللاعبين الفيزين على مستوى العالم هيبقى فيه حدث دولي سابت في مصر كل شهر على مجال الاحتراف ده غير الهواية هنا النقطة عايزين نوضح الفرق بين الهواية والاحتراف الهواية ده الطريق الطبيعي للعيب يلعبه بطولة القاهرة الجمهورية لعب منتخب مصر كل معدات الهواية اللي هي بيلبس فيها كميع جميع ادوات الحماية الهيت جارد الموس جارد الجلافز الشين جارد كل ادوات الحماية اما الاحتراف التصور اللي حقيق شايفه دوت بيبقى ادوات الحماية فيه يعني مفيش ادوات حماية هو مفيش هيت جارد بيبقى اللاعب فيه هنا احترافي مفروض ان اللاعب هنا يحترف الرياضة دي هو الاثنين مصريين اه ده نموذج بدأنا نشتغل عليه الفترة الجاية اللي بنيجهز له عشان نشتغله على مستوى العالم يبقى هنا في العالم فيه استثمارات كبيرة في مجال الاحتراف الكلام ده متطور جدا في هولندا ومتطور جدا في تايلند احنا عايزين ننقل الصورة دي وتبقى موجودة في مصر وفي امريكا طبعا بتطور بشكل كبير الناس بتروح الاحداث دي وكانها حفلات سينما هي حلت محل المصارعة المحترفين بشكل كبير اللي هي اللي هي اللعاب الكيك بوكسن بتاعتنا ده ليها ليها جماهرية كبيرة حقيقة الحدث اللي هيك شايفها ده فيه تمن تلاف لاعب ده حدث الهواء تمن تلاف لاعب مع وليه أمر أب وأم حضر الحدث 24 ألف شخص جاي بيتفرج على حدث الهواء الاحتراف بقى شكل أكثر تمييزا ملعب واحد شكل عام كويس يعني كل ده على مستوى الهواء احنا بنتكلم ممكن منه بيتم كمان اختيار البعض ليه بعد كده تدربهم ويصبحوا بيلعبوا باحترافية يعني أو بشكل احترافي المنافسة الكبيرة دي بتطلع لي بطل مصر الهواء اللي بيخش تجارب اللي بيخش المنتخب القومي المصري اللي بيطلع لي واحد بس يعني من الأعداد دي بتطلع لي بطل واحد ولا في كذا بطل وتصفيات في كل وزن واحد في كل وزن واحد بس مش مش ممكن يبقى في فرصة أكبر لو بديت أكتر من وزن يعني في كل وزن أكتر من لاعب هقول لي حياتك الطريق الطبيعي للهواء بطل مصر اللي هو مين اللي بيبقى لعب منتخب مصر عمين خط واضح للناس مفيش تكلف في الأمر ومفيش اختيار مبني على الأهواء الشخصية فيه سيستم محطوط يقول بطل مصر للأندية بطل مصر للمناطق بطل مصر للقطاعات الأندية بطلات جمهورية الأندية مناطق بيتم بتصفي من خلال المناطق قطاعات مقسمين الجمهورية المجموعة القطاعات التلاتة دول بيخشوا مع بعض جوه منافسة اسمها البطولة التصنيفية بيطلع فيها بطل مصر اللي بيمثل مصر في كل احداث الدولية ده امر واضح والناس كلها عارفاه جوه مصر واخذي بالك فيه قبل كده كمان عشان نأهل الولاد يوصلوا للمستوى ده بقنا نعمل عشان العدد انتشر وكبر جدا بقنا نعمل مستويات كتلية لحد ما يقدر يلعب في المستوى الاول مستوى C N و C U B و A فكده الولد بيمر بمراحل فايداتها ايه بالنسبة لنا ان ما بقاش لما يجيب ابن كيلعب رياضة ما بقاش فيه خطور عليه لعب بطل اللي بقاله كم سنة لأ بلاعب واحد يتقده بقاله ستة شهر زيه بقاله سنة وزيه بقاله سنتين زيه المستوى متكافئ اتميز بيطلع المستوى الاعلى اتميز بيخشوا من تفضل طيب احنا بعضين نطلع فاصل سريعا جدا وحنرجع نكمل حدثنا مع كابتن محمد شبيح